أنا للأسف الضقائق أطبحت قليلة للحديث عن الأهلي والمقاومة العرب النهاردة بس أنا مش عطعك وعايزك تقولي هل الأهلي النهاردة ما قدمش مباراة كبيرة عشان مركز في سانداونز؟ هل النادي الأهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة أو لا؟ ليه النادي الأهلي بعد الهدفين المبكرين ما قدرش يعني يفتح المباراة بنتيجة أكبر ويتطمن وتبقى الأمور أسهل بك النهاردة النادي الأهلي بياخد ثلاث نقط في مباراة اقتصادية للغاية عارفين كلنا أنه فيه ضغط مباراة كبير جدا للنادي الأهلي بيرعبه كل ثلاث يام مباراة ولكن كان فيه مخاطرة كبيرة جدا من النادي الأهلي النهاردة والمقاومة فضل على كف عفريت زي ما بيقوله لحد آخر عشر دقايق وكان ممكن النادي الأهلي تاني للمباراة الرابعة والخمسة على التوالي أنه هو يفقد نقاط المباراة أو يدخل فيه هدف ويحصل الأخطاء المتكررة في آخر عشر دقايق ولكن ده ما حصلش ولكن كان فيه ريسك كبير جدا عاوز أكلمك سريعا عن نادي المقولين العرب بيلعب طريقته 3-5-2 كريم أكلمك سريعا بس عن نادي المقولين العرب من المميزات اللي في نادي المقولين العرب يبقى دائما بيلعب على الساكند بول وكرة لما بتنزل بيحاول أنه يلعب حتة دي إنه جون أكلي بنزل ياخد الكرة وسافيولا أو قطة أو عبد الرحمن جبنة ياخدوا الكرة التانية ودي طريقة اللعب اللي بتلعب بها المقولين ولكن المقولين هو أكتر نادي في الدوري المصري السنادي عمل ضربات جزاء عليه مباراة اللي فاتت مباراة فاركو ومقولين العرب في آخر الدقائق فاروقة اللي كان صغرة كبيرة جدا المباراة اللي فاتت برضو النهاردة كان صغرة كبيرة جدا في مباراة النادي اللي قالي وأحرز هذا في نفسه أنا أوريك بس دي لقطة في مباراة فاركو ومقولين العرب هنا بص ما فيش أي حد ضغط على فاروق خالص هو ويع لوحده الضغط عليه اتخذت الكرة وكانت هجمة خطرة جدا 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 ليه نادي فاركو نشوف الحالة اللي بعدها على طول أوريك الحالة بعدها دي كده الحالات دي برضو هنا أرجع بس قبلها والكرة بس بتنزل على دماغه سريعا معلش الكرة بتنزل بص هنا برضو كرة طلعبت عالية عمر جمال بيطلع ياخد الساكن بول المفروض إن فاروق أسابق الفرود بتاع فاركو ولكن برضو بص يا كريم الكرة بتنزل بيزبقه نكمل 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 الكرة عادي مفيش مشاكل خالص بص فاروق يا كريم ده كان صاغرة كبيرة جدا عمل ضربة جزاء حتى لو نكمل بالفريم اللي بعده هتشوف إن الكرة الراجل دخل عمل ضربة جزاء واللي فاركو اتكسب بيها هنا في اللي بص يا كريم سريعا بقى يا كريم بقى تعال بقى وريك بقى النادي الأهلي النهاردة نفس الكلام عمر فايد بص عمر فايد يا كريم هتتلاقى بالكرة ضغط من النادي الأهلي على عمر فايد بيغلط عمر فايد النادي الأهلي بياخد الكرة بيلعب هنا ده طار محمد طار ده اخد ضربة جزاء للمرة العشرة أو الحداشرة على المقولين العرب مارس الكولر كان عارف كويس جدا إن النادي المقولين العرب عنده مشكلة لما تضغط عليه ودي كانت حاجة تانية عاوزة أوريك عليها يا كريم برضو نكشوف الحالة دي دي برضو الحالات اللي هجومية أعتقد دي هنا برضو يا كريم وشايا اللعيب بتاع المقولين العرب نقف بس لحظة واحدة وشايا بتاع اللعيب المقولين العرب اللي هو محمد هاني تحرك من وراه هو أفضل واحد في النادي المقولين العرب صنع السنة دي 6 فرص وأحرز هدف واحد وراجل باكلفت أكتر من رائع ولكن دايما بيسيب مساحات وراه النادي الأهلي هنا خد الكرة بجمع الكرة على طول شوف بيرسي تاو تحرك لعمق الملعب ومحمد هاني دحك على الراجل